موسيقى العاشرة والنصف نشرة الأخبار نقدمها لحضراتكم مباشرة من قناة العيون والبداية كما هي العذاب أبرزي العنوية صفارة المملكة بيوكرانيا تدعو المواطنين المغاربة المقيمين إلى التقيد بتوجهات السلطات وتؤكد انكبابها على تسهيل عملية عبور الراغبين منهم في المغادرة موسيقى الحكومة تعقيد العزم على تذليل كل السعاب لإرساء ركائز الدولة الاجتماعية مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لمأساسة الحوار الاجتماعي موسيقى وفي النشرة أيضا نتابع من بجدور عقادة لجنة الإقليمية للماء وجرد الآبار والأثقاب المائية أهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى التفاصيل بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهناء إلى أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية لأمير دولة الكويت باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهني والمتمنيات سائلا الله تعالى أن يديم على شعبه وبلده طيب الأمن والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى الرابع والستين للزيارة التاريخية التي قام بها بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراها لمحميد الغزلان بإقليم زاقورة يوم 25 فبراير 1958 حيث استقبل رضوان الله عليه وجهة وشيوخ وممثلية القبيلة الصحراوية لتجديد البيعة والولاء وجسد في خطابه التاريخي بالمناسبة مواقف المغرب ومواصلة نضاله من أجل استكمال وحدته الترابية الزيارة الملكية الميمونة كانت تعبيرا واضحا وقويا عن عزم الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد على استكمال استقلاله وحرصه على المضي قدما لاسترجاع أراضيه المغتصبة دعت صفارة المملكة المغربية بكييف كافة المواطنين المغاربة المقيمين بأوكرانيا إلى ضرورة التقييد بالتوجهات وتدابير السلام التي دعت إليها السلطات المختصة مؤكدة أنها منكبة على تسهيل عملية عبر الراغبين منهم في مغادرة البلاد في ظروف آمنة نص البلاغ في تقرير سناء بن ناوي أوضح بلاغنا للسفارة المغربية بكييف أنه تبعا لتطورات الميدانية التي تعرفها أوكرانيا حاليا وبالإشارة إلى بلاغها الصادر في الثاني عشر فبراير الفان واثين وعشرين فإن سفارة المملكة المغربية بكييف تدعو كافة المواطنين المغاربة المقيمين الذين اختاروا المكوثة فوق التراب الأوكراني إلى ضرورة التقييد بالتوجهات والتدابير السلامة التي دعت إلى السلطات الأوكرانية المختصة ودعت السفارة المواطنين المغاربة بأوكرانيا إلى ضرورة عدم مغادرة أماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى والاحتفاظ الدائم بأوراق إثبات الهوية والتواصل المستمر مع السفارة وخلية الأزمة المخصصة لهذا الغرض وبالنسبة للمواطنين الذين قرروا المغادرة يقول البلاغ فإن السفارة بتنسيق وثيق مع سفارات المملكة بالدول المجاورة منكبة على تسهيل عملية عبور المواطنين المغاربة من أوكرانيا في ظروف آمنة وفي هذا الإطار وأخداً بعن الاعتبار إغلاق المجال الجو الأوكراني دعت سفارة المملكة المغربية أيضاً الراغبين في مغادرة التراب الأوكراني إلى التوجه إلى المنافذ الحدودية للولوج إلى الدول التالية رومانيا، هنغاريا واسلوفاكيا حيث سيتم إنشاء خلايا للإستقبال والمرافقة كما دعت السفارة إلى التواصل مع خلية الأزمة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على الرقمين التاليين من أوكرانيا الرقم الأخضر المجاني سفر ثمانمائة خمسون ستة وعشر ثلاثة وثمانون ومن المغرب سفر خمسة سبعة وثلاثون ستة وستون ثلاثة وثلاثون سفر سفر تواصلت لليوم الثاني اللقاءات بين الحكومة والمركزيات النقادية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين أجمعوا على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكفة ضمانات النجاح تقرير عماد أمسمير ملفات عديدة كانت على طاولة الحوار بين رئيس الحكومة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في صدارتها موضوع حماية القدرة الشرائية أخذا بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية إضافة إلى ملفات مطلبية أخرى ذات أولوية الوضع العام السياق العام كيف يفرض لكل مؤسسات وخاصة نحن في الحوار الاجتماعي هو انتباه إلى هذا الموجة للغلاء وضرورة للدولة أنها تحميل قدرة الشرائية المواطنين وضرورة أيضا أن تكون معالجة طرحنا مسألة زيادة في الأجهور الانخراط في الحوار الجدي والمسؤول بين كل المتدخلي من خلال تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية لإيجاد حلول قامينة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشغيلة محور أساسي في لقاء رئيس الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب اتفقنا على أن يكون الحوار الاجتماعي متوازنا بين مختلف الأطراف أي بين المأجورين والمقاولات أكدنا أيضا على أن الحكومة والنقابات مطالبة باحترام التزاماتها التي تعهدت بها خلال آخر اتفاق تم توقيعه سنة 2019 هي انطلاقة جديدة لجلسات الحوار الاجتماعي مبنية على أسس وأهداف ونتائج واضحة حوار اجتماعي ينطلق إذن على وقع تداعيات الأزمة الصحية وقلة التساقطات المطرية وارتفاع الأسعار في السوق الدولية والوطنية في مستجدات الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الجمعة عن تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 مقابل تعافي 625 شخصا فيما تم التسجيل ثماني وفيات خلال 24 ساعة الماضية وتتوزى حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة على سعيد الجهات الجنوبية بتسجيل خمس حالات بجهة العيون الساقية الحمراء وحالتين بجهة قليميم وادنون وحالة واحدة بجهة الدخل واد الذهب تنفيذا للتوجيهات الواردة بالدورية المشتركة لوزيري الداخلية ووزارة التجهيز والماء حول اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الأبهار والأثقاب المائية نظم بعمالة بوجدور لقاء ترأسه عامل الإقليم بحضور الشركاء المعنيين بجرد الأبهار والأثقاب المائية وتأمين سلامتها في المتابعة بريغين العروسي ومحمد شارع التدابير والإجراءات اللازمة اتخاذها لتأمين سلامة الأبهار والأثقاب المائية محور لقاء نظم بعمالة بوجدوره عامل الإقليم شدد في معرض مداخلته التأطيرية على ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالماء بهدف الحد من ظاهرة انتشار الأبهار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية اللقاء أبرز أيضا التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الأبهار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية مع مناقشة السبل الكفيلة بوضع مخاطط استعجالي لتأمين سلامة الآبهار والأثقاب المائية في أجل أقصى ثلاثة أشهر حضرنا اليوم أشغال إحداث اللجنة الإقليمية المكلفة بجرد الآبهار والأثقاب المائية والإجراءات والتدابير اللازمة لحماية هذه الآبهار وسلامتها وتمحورها الاجتماع هذا حول أولا العمل بصيفة استعجالية على جرد الآبهار والأثقاب المائية عبر غير المؤمنة وكل نقاط المائية المهجورة وتلك الجافة المصنفة يعني خارج الخدمة هناك كذلك تم التطرق للدرورة وضع قاعدة بيانات خاصة بكل جماعة ترابية لتصنيف نقاط الماء والنقطة الثالثة كذلك كانت حول دراسة مناقة الصبو الكفيلة بوضع مخطط استعجالي لتأمين سلامة الآبهار والأثقاب المائية الفراجات اللي مهجورين اللي مات لعندهم استعمال اللي يودوا مشكل للساكينة وكان يحث السيد العامل واللجنة كاملة على تصميم الإقليم كامل كل نقطة بنقطة اللي هو كل نقطة الفراجات والحسيان المهجورين اللي ما كنا استعمالهم لا يدالهم لجنة معاينة وله يكونوا مسدودين ويكونوا مؤمنين على الناس في حياة الناس البشر اللقاء عرف أيضاً إحداث اللجنة الإقليمية لجرد الآبهار والأثقاب المائية وتأمين سلامتها للوقوف على التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية غير المؤمنة وكل النقطة المائية المهجورة وتلك الجافة المصنفة خارج الخدمة بالإقليم يشهد القطاع الفلاحي حالياً على الصعيدين الوطني والمحلي أزمة صعبة لم تشهد المملكة منذ عقود تبعات هذه الوضعية الفلاحية أو الصعبة يقربنا من أكثر الربرطاج التالي بمنطقة الضيعات بجماعة فم الواد محمد الفولس وعبد الله المحمود الوضعية الحالية للقطاع الفلاحي بفعل نقص التساقطات المطرية القت بظلالها على عمل إحدى التعاونيات الفلاحية الفاعلة على مستوى يقليم العيون من حيث تراجع المردودية والإنتاجية بالنظر لتداعيات الأزمة المتمثلة أساساً في ارتفاع أسعار أعلاف الماشية وتكلفة التنقل وضع صعب ساهم بشكل كبير في النقص الحاصري على مستوى الإنتاج وأثار سلباً على حجم وكميات المنتوج الموجه للاستهلاك المحلي مقارنةً مع مراحل سابقة فلاح في الليسبك كان يشير تقريباً 1 كيلو ديال العلف بـ 1-3 دراهم فاصلة 80 اليوم لاحق عنده كيلو 3-4 دراهم فاصلة 80 يعني تقريباً 1 العام تقريباً زاد تقريباً بـ 1 درهم بـ 1 المعدل تقريباً كل الشهر 1-15 سنتيم يعني كل 15 سنتيم هون بلس دوشارج عليه يعني هون الفلاح باش لحق الواجبات والحاجيات دال هكالبقرة هون البقرة اليوم كتوكا تقريباً 130 درهم 130 درهم اليوم تقريباً عدت 30 درهم بلس دوشارج عليه زايد عليه يومياً يعني هون الفلاح باش يقدي حق المصاريف دياله اليوم خاص الفلاح البقرة تنتج له 1-32 نيترو دياله حليب كمعدل يومي باش يقدي يخلص المصاريف دياله الفلاح اللي عنده أقل من هاي الكمية اليوم الفلاح اللي هو وعر عليه باش يستمر بطبيعة الحال باش يربي باش يزيد في تنمية القطيع دياله الفلاحون بهذه المنطقة يستشعرون حجم الأزمة ويحاولون قدراً إمكان اعتماد حلول بديلة من أجل التكيف معها والاستمرار في الإنتاجية سعياً إلى ضمان مداخل تعينهم على المصاريف وتحمل التبعات المادية والأثار المترطبة عن شباح الجفاف في أفق تفعيل التدابير الاستعجالية المعتمدة مؤخراً حتى الأسميدة المولية زادت ترتافعة قبالة الوتيرة اللي ما تلي قد الفلاح يشريها لأنها بالنسبة للانجري تقريباً حق 600 درهم كنا كان قبضوهم 150-200 درهم تقريباً 50 كيلو تقريباً 500 درهم إلى 600 درهم إذن الفلاح ما تلي قد يعطيها هذه المواد بالنسبة للأسميدة ما تلي قد يعطيها للغلة اللي عنده إذن هذا بالنسبة لها المشكل خاصوا ينشاف وخاصوا ينسرع بهذا التدخل جلالة الملك لا ينصروا خاص التدخل يدخل للنهارات خاصوا ينسرعوا به للتخفيف من حدة الأزمة الرهنة تم اتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة أثار نقص التساقطات المطرية رصدت لها ميزانية تقدر بعشرة ملايير درهم موزعة على ثلاثة محاور وهي تمويل المديونية والتأمين ودعم الأنشطة الفلاحية المتضررة مثل تربية المواشي من خلال توفير الأعلاف بأثمان مناسبة خيط أمل يتمسك به الفلاحون على الصعيدين المحلي والجهوي في سبيل إنقاذهم من التبعات السلبية لموسم فلاحي صعب والأشد وطأة منذ ثلاثة عقود حسب ذوي الاختصاص في أخباري المجلس المنتخبة عقد المجلس الإقليمي لسيدي إفني دور استثنائية خصص جدول وأعمالها للدراسة والمصادقة على عدة النقاط نعرضها في روبرتاج الحفظ محضار وجمال خصاصي تسع نقاط للتداول خلال أشغال هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لسيدي إفني نقاشات همت مجموعة من اتفاقيات الشراكة من أجل دعم عديد الخدمات الاجتماعية بمختلف التجمعات الحضرية منها والقراوية بالإقليم الحاضرون سادقوا خلال هذه الدورة على اتفاقية شراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لتنزيل برنامج أوراش على مستوى الإقليم دورة استثنائية اللي فيها مجموعة ديال النقاط تسعاد نقاط سبعة نقاط كلها اتفاقيات اتفاقيات مهمة على من أهم هذه النقاط اتفاقيات برنامج أوراش اللي كيجي تحت توجيهات سامية لصاحب الجلالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعناية بالعنصر البشري في دل جائحة كورونا من خلال تتم هذا البرنامج خلال توجيهة لصاحب الجلالة كذلك اتفاقيات إقامة دار طالب والطالبة بشديفني أعضاء المجلس الإقليمي سادقوا خلال هذه الدورة أيضا على اتفاقياتهم مدعمة مدرس ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة وكذا التأشير على بروتوكول التمويل المتعلق بالتقليص من الآثار المالية لتداعية جائحة كورونا على النقل الحضاري والنقل ما بين الجماعات بالإقليم بواسطات الحافلات مناقشات مجموعة من النقل المدرسي والتوسيع وبناء مشروع دور الطالب والطالبة بالإقليم وأيضا تمت المناقشة على نقطة مهمة ومهمة جدا والتي هي الاتفاقيات شركة بين المجلس الإقليمي سيد إفني ووزارة التغيير هي جملة من المشاريع والأوراش الإنمائية التي يواكبها المجلس الإقليمي لسيد إفني ويحرص على تنزيلها دعماً للمجازات التنموية بالإقليم الذي يراهن على استثمار مقدراته الطبيعية والسياحية لتحقيق انتظارات ساكنة المنطقة ونبقى في الخبر التنموي حيث خصص برنامج عمل جماعة الترفاية دعماً هاماً لتشجيع الاستثمار ودعم المبادرات وخلق المشاريع الأسية ما منها مشاريع التأهيل الحضري روبرتاج في الموضوع مع محمد المصطفى خية وصل حرقبي ركز برنامج عمل جماعة الترفاية برسمي 2021-2027 على مجموعة من المحاور والنقاط الرامية لجعل مدينة الترفاية قطباً سياحياً واقتصادياً هاماً داخل جيلة العيون السقية الحمراء ومن أولى أولويات البرنامج تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل ودعم العمل التعاوني والجمعوي وتشجيع المبادرات سيما لدى الشباب جماعة الترفاية وفشال مالي ولدعم كافة المحاور خصصة ميزانية هامة حتى تسير الأهداف المرجوة والمسطنة خلال هذه الفترة مدينة الترفاية المدينة التي ستجهت إن شاء الله هو بغنامج التنمية والتأهيل الحضاري المرتكزات التي يقوم عليها هذا البرنامج إن شاء الله أولاً توفيره واحد قاعدة اقتصادية للعنصر البشري إن شاء الله التي ستتركز على تفعيل الميناء من خلال البحث عن السبل الكفيلة أن الميناء إن شاء الله يشتغل بأحسن طرق من خلال تأقيم دياله إن شاء الله وإحداث منذوبية ديال الصيد البحري الكفيلة إن شاء الله تكون واحد قاعدة اقتصادية كيف تعرفوا على أن الموانئ على مستوى الجهة هي موانئ قوية ورافعة الاقتصاد للمنطقة وتم أيضا برنامج وعمل جماعة الطرفية بدعم مشاريع التأهيل الحضري في مجالات الطرق وخلق الساحات العمومية والفضاءة الخضراء والماء الصالح للشرب والكهرباء والتجريد قلوات الصرف الصحية ومحاور أخرى ذات صلة المباشرة بالمواطنة مناخ الاستثمار لمدينة الحمد لله كتعرف واحد الصبيب المهم ديال الطاقة الكهربائية ومتوفرة أيضا بنية تحتية الاستثمار ومناخ ديال الأعمال اللي في المستوى ويأهل هذه الدشرة على أنها إن شاء الله تستقبل مستثمرين لهم أكبر وطرفها تنعم أيضا بواحد الأمن واحد الاستقرار والموقع الجغرافي ديالها اللي كأهلها أنها تكون بوابة إن شاء الله ديال الجهة إن شاء الله في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة طرفايا وبفضل تضافر جهود كافة المتدخين من عمالة القيم والمجالس المنتخبة تسير بخطة ثابتة نحو ترسيخ برنامج تنموي هام وطموحين يعطيها مكانة لائقة داخل جهة العيون السقية الحمراء في موضوع آخر وتخليد لليوم الوطني لسلامة طرقية نظمت جمعية سوار الأعمال الاجتماعية والتضامن ببجدور أنشطة تربوية وتوعوية موجهة للناشئة احتضنها فضاء الطفل بالمركز السوسيو مهني الأملة فعليات تروم توعية الأطفال بأهمية علامات التشوير واحترام قواعد السير اليوم لحظت معنا وشاركت معنا هذا اليوم من اللي خاصه المركز يوم تحسيسي بقانون السير وخصصناه للأطفال الصغار بورشة اللون تلوين بعض الرسومات باش يحسوهم بأهمية احترام قانون السير وكذلك اشرحنا لهم بعض المصطلحات اللي ممكن أنهم يستفدوها لنظرة لصغار الصين ديالهم والآن إلى جديد الصحفة الصادرة نهاية الأسبوع في قراءة للزميلة خديجة الرشيدين نستهل قراءتنا بجديد الصحف الأسبوعية من صحيفة المشعل وكتبت أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب عن قيام وفد أمريكي تابعاً للسفارة بزيارة هامة لمدينتي العيون والداخلة دامت أربعة أيام مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو لقاء عدد من المستفيدين من برامج التنمية الاقتصادية المدعمة من طرف مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية وكشفت الصفارة في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص عن تفاصيل هذه الزيارة التي توجت بحفل تخرج خمسين مقاولاً شاباً بمدينة الداخلة استكملوا تكوينهم في التسويق الرقمي التجارة الإلكترونية والربط الشبكي بهدف تنشيط القدرة التجارية لمقاولاتهم الناشئة مؤكدة أن المتخرجين استفادوا من حصة تكوينية بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب وبالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة سحيفة لوتخوة سونس والسونس الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية المواطنون المغربة الذين سيتمكنون من مغادرة أوكرانيا بالعبور عبر البلدان المجاورة وعن طريق الرحلات الجوية إلى المغرب ولا سيما تلك التي تربط إسطنبول بالدار البيضاء التي تؤمنها الخطوط الملكية المغربية لن يضثروا إلى تقديم جواز التلقيح عند امتطاء الطائرة فبعد الغزو الروسي لأوكرانيا أخبرت سفارة المملكة المغربية في كيف اليوم الجمعة المواطنين المغربة الموقمين الذين اختاروا مغادرة الأراضي الأوكرانية أنها تعمل حاليا بالتنسيق الوثيق مع السفارات المغربية في الدول المجاورة لتسهيل عبورهم في ظل ظروف آمنة لذلك يطلب منهم الذهاب إلى نقاط العبور الحدودية حيث سيتم إنشاء خلايا استقبال في عين المكان سحيفة بلنامان كوم الإلكترونية كتبت في آخر مستجدتها الإخبارية أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه تقرر عدم تفعيل مسترة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح وأكدت الوزارة على أهمية انخراط الإدارة العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة المرتفقين والموظفين صحيفة الأيام كتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع في ظل أزمة ندرة المياه التي يواجهها المغرب والمتوقع أن تتفاقم حدتها في المستقبل بفعل التغيرات المناخية تسعى المملكة إلى تنفيذ مشاريع ومخططات من شأنها التخفيف من حدة هذا الإشكال وتوفير الكمية اللازمة من المادة الحيوية لمختلف الساكينة تبقى أبرزها تحلية مياه البحر المائية وفي هذا السياق أعلن الأسبوع الماضي عن دخول محطة تحلية مياه البحر بشتوكا ايتباه مرحلة التشغيل مع تسليم الكميات الأولى من المياه المخصصة لتزويد أجادير بالماء الصالح للشرب في خطوة من شأنها التخفيف من حدة الضغط والخصاص المسجل بالمدينة ومنطقة سوس عموما ويندرج المشروع في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السق 2020-2027 الذي أطلقه الملك محمد السادس وذلك بغلاف المالي بلغ 115.4 مليار درهم انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد ولد معطلة عن سن تناهز 85 سنة الفقيد ينتمي إلى قبيلة إيت لحسن إيت بومكوته وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم البشير ولد المهدي والدهنية عن سن تناهز ل 72 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة شرفاء الرقيبات السوعد وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحومة سكينة ضراد من تعالى ولد المعطي عن عمر يناهز ل 100 سنة الفقيد تنتمي لقبيلة أزواف تغمض الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون والآن مشاهدين الكرام نصل للفقرة اليومية الخاصة بأحوال التقس المرتقبة بأقالي من الجنوبية اليومي غدين إن شاء الله في ديور تقبل يكون التقس مستقر بعموم المناطق الجنوبية درجة الحرارة العليا ستسجل 18 درجة بالعسمة الرباطة 18 درجة أيضا 24 درجة بقليميم 28 درجة بأسة 20 درجة بالطنطان 26 درجة بالزاك 21 درجة بالطرفاية 22 درجة بالعيون وبجدور 24 درجة بسمارة وبكرة 23 درجة بقلت الزمور 26 درجة بمدرقة 22 درجة بالداخلة 24 درجة بأوسرد والقويرة حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل هاجان إلى هائج بعموم السواحل الجنوبية شروق الشمس بمدينة العيون غدا بمشيئة الله سيكون على الساعة 28 درجة أما الغروب فسيكون في حدود الساعة 47 درجة إن شاء الله درجات الحرارة ببعض المناطق المجاولة لبلادنا 22 درجة بتندوف 32 درجة بالرابوني 35 درجة بتودني 19 درجة بالزويرات 28 درجة بنواذبو ونواكشوت 29 درجة بأطار 35 درجة بكيهيدي 38 درجة بالعاصمة المالية باماكون في ختام هذه النشرة المباشرة لم يبقى لنا مشاهدنا الكرام إلا أن نذكركم بأبرز عنوينها سفارة المملكة بأوكرانيا تدعو المواطنين المغاربة المقيمين إلى التقيد بتوجهات السلطات وتؤكد كبابها على تسهيل عملية عبر الراغبين منهم في المغادرة الحكومة تعقد العزم على تذليل كل الصعاب لإرساء ركائز الدولة الاجتماعية مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لمأسسة الحوار الاجتماعي وفي النشرة أيضا تابعنا من بجدور عقاد اللجنة الإقليمية للماء وجرض الأبار والأثقاب المائية شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى الملتقى في نشرة الغد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة